السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي اليومي ان شاء الله غدا نشوفو وصفة اللي طلبتم مني سهلة التحضير كتعجب بزاف الوليدات وهي لبات او سباكيتي او المعجنات او المقارونية او كل واحد كيفاش كيقول لهم ان شاء الله غدا نوجدوها بالخضر واحد صلصة بالخضر كجلدي ده بزاف وما كتبانش بالمرة بانها فيها الخضرة ان شاء الله تتربوها وتعجبكم وتفضلوا معايا باشتفو تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة غدا نقطع واحد طريف هنا يدي القرعة والي غدا نقطعوه غدا نستعملوه في صلصة ان شاء الله هنا كيف كتشوفو عندي في المقلدية لي عندي القرعة الاحمر القرعة الاحمرى وعندي البدنجان دنجال وعندي فلفل احمر وعندي اربع فصوص توم ومليحة الملح كنستعمل غي شوية وزيت البلدية غدا نحطها على النار هادئة طيب مزيان يعني حتى تولي هارياني تولي طيبة مزيان هنا يدرت ليبات يتسلقو عندي تقريبا 500 جرام ليبات اللي استعملت انا فيهم فيهم كينوة وفيهم الزرع هنا كيف كتشوفو سافي الخضر طابت يعني كتت تغطيوها وتنقصو عليها البوطة كتاخد تقريبا 20 دقيقة كالطيب سافي كنزيد لها هنا لاسوس والسلسة ديال الطماطم اللي تشاركت معاكم فيت تشاركتها معاكم هنخلي لكم ان شاء الله رابط ديالها وهنا غدا نزيد واحد شوية ديال الملحة لانني دقت الخضراء اللقيت فيها ناقصها شوية ديال الملحة سافي وغدا نطحني هنا غنزيد شوية ديال الهريسة الهريسة ممكن تستعملو اما الهريسة اما الفلفلاح حارة لانك التوتى بزاف مع هاد الوصفة هادي او ممكن الى ما عندكم ش هاد الشيس قدروا تستعملو غي الفلفل اسود يعني التوابل اللي كينين هو يعني الهريسة والفلفل اولا الملحة ما فيهاش توابل غدا نديرو الزعتر ان شاء الله هاكم ها نديرو غي الزعتر سافي هنا سافي كنطحنو السلسة ضروري كنطحنوها مزيان كيف شفتو مني طحنها رما كتبقشت بن بالمرة بانا فيها الخضر هنا انا غنزيد لها الطون اللي بحضرتو في الدار ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو يعني كيجي زوين 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 بزافة السلسة هادي كيجي زوينة اا يعني ممكن تحضروها اا ديروها حتى مع الاروز يعني كيجي مع ليبات وكيجيتها مع الاروز هنيزت واحد المعالقه ديال الزعتر الزعتر اللي بحكوك غيف اللي يدينو وكن بدرتو في واحد القرعه باش كيسهل عليها صافي كان خلطم زيان وكن رجعه غير تسخن واحد شوية صافي صافي من بعد ما تخنات غدا الليبات طابو الليبات لهدو اخدو غير ثمانية دقيق في الطهي ديالهم يعني حاولوا ما تطيبوش بزاف الليبات ديالكم باش ما يجيش الوصفة يعني باش ما يجيوش مع الجنين احترمو ذك الوقت لكي يكون مكتوب في الغلاف هنه غد نزيد انا يا لقصبر ممكن انكم زيدو حتى الحبق حتى الحبق يجي مع هذا الوصفة هذي كيجيز بيه بزيف زيف زيف اتمنى ان شاء الله هتسرقوها لوليداتكم غديش يععرفو بالمرة ويلا بغيتو حتى اللون يعني اللون ديال الوصفة اللون ديال الصلصة ميبقاش بان هكدا ممكن انكم زيدو الفلفل يعني زيدو البابخيكا او الفلفلة حمراء يعني كت مكيبقاش يبن اللون باهت هكذا بالنسبة للسلسة الطماطم حتى هيرة ممكن تستغنوا علي علي ان شي مراتك ما كان ديرش سلسة الطماطم ممكن تستغنوا على الطون وتستعملوا الجبن اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ويلى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله لدي لا تضيع وذائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة